أبو علي رجل فقد ابنه بسبب عجز الكلة الذي كان يحتاج لأجهزة غسيل وعناية خاصة إلا أنها لم تتوفر ففقد ابنه الأكبر وهذا ما دعاه لإنشاء مركز غسيل على حسابه الخاص أول شيء بالنسبة لفتتاح هذا المركز قبل أربع سنوات يخصي المستشفى الحسيني وتعرف عدد شبير بالنسبة لكبار وصغار فعانيت أوقات يوصل عدي سارة لحد بثمتين بالليل من الصبح يعني انتظر واليوم اللي يغسل به ثاني يوم يعني احنا بتعب حتى احنا لا شغل لا عمل لين تبقى وياه فإنه بين يوم يوم يغسل وأربع مرات بالأسبوع طمعانات حقيقة عن كل شيء كبيرة مرت بينه هواي فكان لحد وطبعا توفى هو بسبب هذا المرض بعد سنة ونص من الغسل فالحمد الله وشكرا الله سهل إنه بجودا طيبين وخيرين أمثالكم فقدرت أحقق هذا المشروع وسويت هذا المركز بأربع سرة بصراحة المركز منتاز الكادر الصباحي يعني ما أحتي لك يعني وكل الزين والمساهم الزين والدكاتر ما شاء الله يعني صحة المحافظة تدعم هذا المشروع الذي يحتاج لعدد أكبر من الأجهزة والمعدات خصوصا مع ارتفاع أعداد الأطفال المصابين بهذا المرض فالحكومة ملتزمة بالتدخل للحفاظ على حياة جيل المستقبل الذي يحاصره الموت أو يهدده العجز عدد الأسرة أكيد غير كافي نحتاج توسعة أكثر احنا عدنا مرضى داخل كربلا وخارج كربلا هم يجون هسا اليوم إجانا حالة طارعة ويحتاج غسل دموي على العموم أكيد نحتاج توسعة للمكان بعض الفلاتر مرات يصير بيها نقص بعضين ممكن يجهزون المستشفى الحسيني المرضى حاليا الكادر الموجود اللي يخدم هذا المرضى هو 13 عددهم مقسمين كذلك كم شفت صباح وشفت مسائي كعدد كادر تمريضي طبعا ماهر جدا وحريص جدا عن المرضى موجود وكافي لكن اللي نعاني منه الأكثر شي هو نقص الأسرة وسعة المكان رسالة علها تصل لحكومة الكاظمي بالاهتمام ورعاية ودعم هذا المشروع الذي يقدم خدماته لأطفال المحافظة دون مقابل من كربلا جاسم الهميم أترهي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر